عقد مجلس حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة أنصى بقصر الأمم بجنوف أشغل الجلسة التنظيمية لدورة التاسعة عشر وتم خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه الممثل ودائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنوف ورئيس مجلس حقوق الإنسان السفير عمر زنيبر المصادقة على إعلان الرئيس مما يشكل لحظة مهمة في مسار عقلنة وتعزيز فعالية وكفاءة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتضمن جدول عمال هذا الاجتماع أيضا انتخاب الرئيس المقبل للمجلس والمكتب برسم الدورة تاسعة عشر فضلا عن تعيين المقرر الخاص الجديد المعنية بحقوق الشعوب الأصلية وبهذه المناسبة أشهدت عدة وفود بالقيادة المغربية وكذا بالحكمة وروح الانفتاح والشمولية والشفافية التي تميزت بها هذه الرئاسة وفي كلمة بالمناسبة أعرب سيد زنيبر عن شعوره بالفخر وبقيمة ما تم إنجازه في نهاية سنة تخللتها اجتماعات تشرف برئاستها بما في ذلك ثلاث دورات لمجلس حقوق الإنسان ودورات الاستعراضي الدوري الشامل والمشاورات والثمرين الدبلوماسية